فالشاهد أن الحمد هو الثناء على الله بما هو أهله والله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد ولذلك جاء في الحديث الصحيح الحمد لله تملأ الميزان يعني تملأ بالثواب الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض يعني لو كان ثواب الحمد أجساما لملأت هذه الأجسام ما بين السماء والأرض يعني عندما يسمع الشخص هذا الفضل في الحمد هل يفرط فيه؟ ولذلك ورد في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل أو يشرب الشربة الله أكبر يعني يحمد الله عليها يعني عمل يسير جدا يعني تشرب الشربة وتأكل الأكل وتقول الحمد لله رب العالم الله يرضى عليك ورضوان من الله أكبر سبحان الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود خص بأمر لم يخص به غيره أو لم يُعط غيره عليه الصلاة والسلام ولذلك في المقام المحمود لما يسجد تحت العرش يقول الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام فيحمد الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي يفتح للنبي عليه الصلاة والسلام في سجدته تلك محامد يحمد الله صياغ أي نعم صياغ محامد لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام ولذلك ورد في بعض الآثار يعني بعض الروايات قال يعني محامد يلهمني الله إياها يعني كما علمنا سبحانه الحمد لله رب العالمين أحسنت فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام صياغ حمد صحيح في سجدته تلك التي يشفع وبعدها للناس أجمعين صحيح كما علمنا ربنا في الدنيا صياغ كيف نحمد الله نقول الحمد لله رب العالمين وأيضا في سورة قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يعني هذه الصيغة عظيمة بعض الناس يعني يخترع صيغ من المحامد ليس لها أثر وليس لها يعني سبيل ينتمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء من صيغ المحامد يكفي عنها الحمد لله رب العالمين فقط الله اختارها في ابتداء هذه السورة ألا نرضاها لأنفسنا ونحمد الله عليه يعني نحمد الله بهذه الصيغة الحمد هذه اللام للاستغراق يعني جنس المحامد لله الذي يحمد على وجه الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى الذي نراه مما يجريه الله على أيدي البشر من المنافع إنما هم أسباب والمحمود في الحقيقة هو الله ومع ذلك يعني هذه الأسباب لها حظها يعني في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس لكن لا ترتقي هذه الأسباب إلى جهة أنها مؤثرة فيتعلق بها الشخص نعم هي وسيلة يعني قدرها الله ومن الوفاء أنك تدعو له وتثني عليه لكن أثناء الحق لمن لله سبحانه وتعالى وهنا ملحظ بعض الناس إذا ساق الله ساق الله إليه نعمة على يد أحد من الناس اتجه حمده ومدحه لهذا الشخص ونسي أن يحمد الله قبل ذلك الله هو المسخر وهذا سبب فأنت احمد المقدر أولا وهذا السبب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صانع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوه له ترجمة نانسي قنقر